وَيَقُولُونَ مَتَى ذَبَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ فَادِقِينَ مَا يُعْمُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاعِبَةً تَأْتَهُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ فَلَا يَتَطِيعُونَ تَوْضِيَةً وَلَا إِلَى أَهْبِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ بِالْفِطُورِ فَإِلَاهُمْ مِنَ الْأَذِتَاتِ إِلَاهَا بِجِلْهِ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَا مَنْ تَعْتَدَى مِنْ مَرْقَدِنَا هَنَا لَا وَعَدَ الْوَحْمَانُ وَطَلَقَ الْمُرْسَلُ مُورِ إن كانت إلا طيحة واحدة فإلا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُبْلَوْنَ فُنْ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ